نوضح أكثر الحقيقة في إطار بند الترتبات الأمنية في اتفاق السلام الذي وقع في أكتوبر الماضي لماذا لم يتم تنفيذه حتى الآن أسئلة كثيرة يطرحها قادة الحركات المسلحة الذين وقعوا على هذا الاتفاق مر نحو سبعة أشهر على توقيع اتفاق جوبا حمل قادة الحركات المسلحة السودانية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام حملوا الحكومة المسئولية كاملة في حال انهار هذا الاتفاق على اعتبار أن الاتفاق الموقع يمر بمنعطف شديد الخطورة مطالبين كل طرف بتحمل المسئولية المطلوبة منه وأضاف القادة أن التزامهم بوقف إطلاق النار كان مقابل الثقة في رغبة الطرف الحكومي وجديته في تنفيذ بند الترتبات الأمنية المتمثل في دمج الحركات المسلحة تحت مظلة الجيش السوداني إلا أن الحكومة ممثلة في المكون العسكري لم تخطو خطوة واحدة لتنفيذ هذا البند على حد قولهم واتهمت الحركات المسلحة الحكومة بإعادة المراوغة وسياسة كسب الوقت منهجا وصناعة حركات أخرى لتعقيد المشهد العسكري وتخريب عملية السلام اتهمات شديدة الخطورة من ضمن الاتهمات أيضا اعتماد الحكومة لممارسة النظام السابق احتكار السلطة العسكرية والأمنية إعادة البلاد إلى مربع الحرب مرة أخرى كما شكك القادة الخمسة في سحة البيانات التي أطلقتها بعض الجهات العسكرية بأن التمويل هو سبب التأخير في تنفيذ بند الترتبات الأمنية مشددين على أن تنفيذ الاتفاق أي إشراق قادة الحركات المسلحة في إدارة الأجهزة الأمنية في البلاد يحتاج لقرارات من رئيس المجلس السيادي الفريق البرهان وذلك بتعيين وزراء دولة فيه وزارتي الدفاع والداخلية وأيضا في هيئة قيادة الأركان المشتركة وغيرها من المناصب الأمنية وأصف ذلك بخطوة أولية في المسيرة المطلوبة لإصلاح هذه الأجهزة الأمنية فضلا عن تشكيل اللجنة الأمنية العليا المشتركة ما الذي عطل تنفيذ بند الترتبات الأمنية وكيف سيصل هذا الجدل ما بين الأطراف